يقولون الاحتفال والاحتفاء بسيدنا رسول الله ليس في يوم بعينه وإنما هو على طول السنة وفي كل يوم أقول لهم بل احتفال بسيدنا رسول الله في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية وفي كل شيء الاحتفال بسيدنا رسول الله بتذكر سنته صلى الله عليه وسلم بكراءة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم ألم يتكلم الإمام البيهقلي في الدلائل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الصيطي في كتاب حسن المقصد في عمل المولد وغيرهم 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 كتير جدا تكلموا في مولد سيدنا الشفيع صلى الله عليه وسلم وجاءت القصة لما قل العلم بعد أنت قالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى التابعين قل العلم وقل العلماء لماذا العلم الآن أصبح ليست أنواره كأنوار كالأنوار في عهد سيدنا رسول الله النور العلم ما عادش موجود زي ما كان موجود في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة فاتفق القوم أن يجتمعوا ويتذكروا سنة نبي صلى الله عليه وسلم ويمدعوا حضرات النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحب الشعر والمتح عليه الصلاة والسلام صلى الله على حضراته وآله فاكتمعوا وما دعوا حضرات النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قرأ سيرة النبي ومنهم من جعل السيرة في مختصر ومنهم من جعل من بوب السيرة وجعل في مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مولده خاصة كانوا يقفون وفهموا ذلك من قول سيدنا حسان قيام للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن كان زعقل وبصر يرى هذا الجمال ولا يقوم ومع ذلك نسمع أناس هنا وهنالك أناس هنا وهنالك يتكلمون بكلام بذيء في حضرة سيدنا رسول الله وفي مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم فلا يعرفون قدر رسول الله ولما كانت سيدنا رسول الله ولا عظمة سيدنا رسول الله ولا شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرفون شيئا فاقولوا عذرا عذرا رسول الله إن كصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف شاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفك والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتم ما كفى والله لو ماء البحار بجميعها كان المداد للون أحمد ولأوصف أحمد ما كفى والله لو قبر النبي والله لو روض النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف عذرا رسول الله عذرا سيدي يا رسول الله انكصرت في وصف عذرا سيدي يا رسول الله ان تهكم عليك المتهكمون عذرا رسول الله سيدي يا رسول الله ان تطاول عليك المتطاولون عذرا سيدي يا رسول الله ان تحدث في مقامك الشريف هؤلاء الذين لا يعرفون قدرك ولا مكانتك ولا يعرفون عظمتك يا سيدي يا رسول الله عذرا سيدي يا رسول الله يا حبيب الخلق يا شفيع الخلق يا حبيب رب الأرض والسماوات فالاحتفال والاحتفاء بك واجب يا سيدي يا رسول الله وتذكر هذه النسمات الشريفة وهذه الروائح العظيمة في هذا الشهر المبارك الكريم شهر ربيع الأنور شهر مولد سيدنا المختار صلى الله على حضرته وآله تذكروا هذه النسمات فرض أن نقف عند هذا المولد وما فيه أرهاصات وما فيه من أنوار وما فيه من أسرار وما فيه من حكم وما فيه من عطاءات الكون كله يفرح بمولد سيدنا رسول الله السماء تفرح بسيدنا رسول الله بمولد سيدنا رسول الله والأرض تفرح بمولد سيدنا رسول الله والجبال تهتز فرحا بمولد سيدنا رسول الله الكون كله في حالة استنفار يا ترى لماذا إنه مولد سيدنا المختار صلى الله عليه وسلم فحبيبنا عليه الصلاة والسلام بعثه ربنا هاديا مبشرا ونذيرا وبعثه رحمة للعالمين ومن رحمته صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من رحمته أنه فينا أننا نلجأ إليه أننا نتوسل به لمكانته عند ربه فإذا ما زلت الأقدام وقفنا في روضته التي قال فيها حبيبنا ما بين بيتي ومن بري ولم يكن حبيبنا ما بين قبري ومن بري وإنما قال الحبيب فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة وَلَوْ أَنْ لَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله يا خير خلق الله يا أفضل الرسل جئتنا هاديا ومبشرا ونذيرا أغرجت القوم من الظلمات إلى النور كشف الله بك الغمة يا سيدي يا رسول الله كشف الله بك الغمة يا سيدي يا رسول الله أشرق الكون كله بأنوار سيدنا رسول الله أشرق الكون كله بفيوضات سيدنا رسول الله لما نذرت إلى أنواره صتعت وضعت من خيفة كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته فلست أنظره إلا على قدري سيدي يا رسول الله أشتاك وقلوب الأحبة تشتاك إليك سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله يا رب نسألك الرعاية والكفاية ونسألك الزيارة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب نسألك أن تجعلنا من المحبين المخلصين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور أفئدتنا بنور سيدنا رسول الله وبحب سيدنا رسول الله وصلى الله وسلم وباركة على سيدنا ومولانا رسول الله